السلام عليكم شباب نتمنى انكم تكونوا بخير و الى خير ان شاء الله في هذا الفيديو هنشوفوا تصحيح هذه المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة اللي كونكورداز في دوزيام سيسيون في عام 2020 والامتيحان كان عبارة عن QCM لمدة دياله ساونس السبا قسون للون داتة الأولى لمدة دورة التي تم تصحيح او دولة القوة لين صغير لانشوفوا يتجعين دورة القوة افضل من الدرجة الوضيفية السبا قسون السؤالة الثالثة سوف نقوم بإجراء الورغانيقرام بإجراء المنسخ للأجوستيس بالنسبة للأورغانيقرام نقوم بإجراء المنسخ للأجوستيس حاولوا تأخذوا عليه الانفورمات التي تحتاجون نفس البرانسيب ومعادة الورغانيقرام المنسخ للأجوستيس الشركات ما تdatقون في الدولة بالنسبة للأسفلا تحقيق المنسخ للأورغانيقرام سيغلق إن كان لاكملة بداء الشركات العقل السياء الأمذار قمت بتصويت موضوعة وقمت بتصويت عدد موضوع والآن يقوم بتصويت موضوع وستمرار المعلومات يحتاجونه نفسه نفسه على حساب الدكري الخريطة القضائية الملاكة حساب الجادة الرسمية رقينة 10 بالنسبة لكي سيخمسة لكي بمو إلا لوجيستيك ديال جريدكاسي درويان سان أسوري بيانسور كد أسوريه لامينيسرة لجستيس هي بارمي من المهام ديال وزارة العل و هاد المهام مره ديال مقتطاف ديالهم راكين فلوسيط بيانسور ديال وزارة و الكيسيون ستا لكي لبخانسيب سيوهن في با اتترك الأخي بArمي سيوهن فيوا نكتع اللي هي محكمة النقد كونسيغ الكيسيوت منيه لنوفو ديكري اولا يعني الداهير اولا الدكري ياللي مارشي بيبليك اللي تابلكه في الارضة دفيدياله كانت روميسي سبتمبر وكانت لاببليكاسي في الجورنال اوفيسي كانت في 9 مارس 2013 لونك سي مواء ابخي لاببليكاسي في الجورنال بالنسبة لكيسيون تسعود ان مارشي بيبليك فور فرغ لابجي ديوني بيبليكاسي يتلاتي ديالي تيب ديال بيبليكاسي سواء كي دوس باردي تخافو او لسيرويس او لفورنيسور يدنا سيغمان اي بيانسور هو حلو بيجي يعني كي تبريبارا على باس ديال السيرويس ديالي تاجيغي دو مانير اطنان الرقمانة ديالي بروسيسوس دو باساسيو ديالي مارشي بيبليك هو داب حاليين كنتوح لو قيتا كي اللي بوند كوموند عندو محلو سيستام دو باساسيو كي كون يعني ماشي ديجيطال ابخي هادلو دو كري جديد ولا كل شي خصنا نببليو في البرتاي ديالي مارشي بيبليك اتنا كي سوتناش البيب هو البرودو انتغيير بريد دونك هادي هيا لبارتي اللوله ان شاء الله فلو دوزيان فيديو هنحاولو نترديو لدوزيان بارتي ما تنسوش تبارتاجي والانفورماسيو مع الاصدقاء ديالي لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة